كده بقى هنبدأ نشوف نشرح اكلتنا كده على السريع طبعا شربة الخضار دي سهلة قوي بس احنا بنفكركم لان احنا في موسم في برد ومعظمنا في معظم الاطفال في بيوتنا عندهم برد وكبار فشربة الخضار باللمون بتبقى حلوة قوي وحبازها لو كانت اقداري جيبي فرخة بلدي بتبقى حلوة لان الفراخ بنسلين طبيعي وحلوة بتحطي كل الخضار المشاكل اللي تحبيه بالنسبة لمحش الجزر الجزر طول الشتة حلو ورخيص كيلو بتقعد الوقت بتلاتة جنيه ولسه كل ما يخش عليه الشتة يرخص اكتر ويبقى حلو ممكن تحشيه خلطة محش عادي خالص ممكن تحشيه لحمة مفرومة على حسب ما تحبي بتقوريه عادي خالص وبتطلعي قلبه ما ترمهوش ترسيه من تحت زي ما رسينا وتبيتي عليه الجزر وتبتدي تديلو العقد بتاعه الشربة او لو عمش هتحطي له شربة مية وتحكوني محيقها بالملح والفلفل معانا محش البصل محش البصل بيتعمل يعني على مرتين يعني ممكن تعمليه على طريقتين الطريقة الاولانية يعني ممكن تقوري البصل وتحشيه زي انا محشيه كده بيبقى جميل وحلو قوي وبعدين انسولين وكل حاجات حلوة البصل بتحشيه برضو عاوزة لحمة مفرومة ماشي خلطة محش عادية ماشي على زي ما تحبي وزي ما مزاجك يعني يحب ان انت تحشيه ايه سهل جدا وبسيط الطريقة التانية بتفكي البصلية خالص زي الكروم بورقة ورقة وبتنزليها في مية سخنة عشان تطرع عشان لما تيجي تحطي فيها الرز وتلف فيها ما تبقاش عصية هعملهولكو برضو مرة تانية دي البطاطا سهلة خالص زي ما انتوا شايفين وبسيطة كيلو البطاطا بجنو ونص بتحطي عاوزة تحطي كريمة لباني ماشي تحطي كريم جونتي ماشي تحطي اي بسكوت من بتاع الاطفال اي حاجة تحبيها تحطي والمشروع